السلام عليكم. اليوم بريت نهدر لكم على واحد الموضوع اللي صراحة كيئلمني. كيئلمني من ناحية الإنسانية و كيئلمني كبسافتي مستشارتي جراء. فش كيجي عندي إنسان كيجي بواحد طلب و أساسا جاي كطالب في كندا و كيخلي القرية و كيبدأ يخدم. و مني كتعقد الأمور كيجي نحن بش اللي قوله الحل. هاد الإنسان هادا خسنين نوضح واحد الأمر سيك تصريح القرية تصريح الدراسة في كندا را كيأطيك الحق أنك تقرأ في كندا. فاش كتكون كتقرأ يعني بصفة دائمة و كتحضر و بواحد شروط معينة فكيكون عند الإنسان الحق مع القرية موازاتا مع الدراسة أنه يعني يشتغل عشرين ساعة في الأسبوع و في الأيام العطل الدراسية أنه يشتغل دوام كامل. دونك هاد الحق كيأطيه لك القانون يعني الكندا و كيأطيه لك يعني رخصة الدراسة كتعطيك الحق أنك تخدم هاد الأوقات المعينة و هاد ساعات العمل المحددة. من إنسان فاش كيخلي القرية و كيبدأ يشتغل يعني دوام كامل و ما كيحضرش للدروس و كدوز الدروس و كيوقع مشاكل فهنا كيقول لي ما عندوش الحق أنه يشتغل يعني بحل هادك الشخص لي كيشتغل بدون رخصة رعا تشيلي كينات شيلي كيوقع يعني إنسان كي يزاولوا هاد العمل هو ما عندوش الرخصة باش يزاول هاد العمل مثلا بحل نقوله الطبيب كي يدير مهنة الطب هو أصلا ما عندو لها دكتورة معمور و مقرامة رعا نفس الشي. دوك هنا بحل إنسان كيشتغل بطريقة غير قانونية في كندا. أنا سيبقى في الحال أن الإنسان سيخطو يعني بالخصوص الطلاب اللي كيخسروا عليهم والديهم الفلوس و المبالغ الهائلة و مش شي سهل أن طلب ديال الدراسة في كندا مش شي سهل لا من ناحية المادية لمن ناحية المعنوية لمن ناحية الوراق و بعد المرس كيكون طلب مقنع و كي ترفض. وهذاك الرفض كيكون لي واحد الواقع شوية سيئ على النفسية يعني إن إنسان كي يجتز هاد المرحي الكاملة و كي يجي لكندا و في الأخر كي يخلي القرية باش كينوض يخدم يعني كي تكون شوية صايبة يعني على الأقل إنسان باش يجازي والديه اللي دارو هاد يعني تحملوا لعب ديال المصاريف المادية و كل شي يعني مش يدوى الجزاء مش يدوى الشكر هذه من ناحية من ناحية تانية الإنسان اللي كي يجي باش كيقرأ شنو هي المرحلة العادية مرحلة العادية و الطبيعية هي أنا إنسان باش كي يجي لكندا كيقرأ كيكمل القرية ديالو كي يخد الديبلوم كي يخد لغو الفيد نوت كي يدير ما يسمى بتصريح العمل باست ديبلوم باست ديبلوم باست ديبلوم ما عارض شنو المرادف ديال هاد الكلمة بلغة العربية ولكن هو واحد تصريح عمال اللي عندو علاقة من بعد ما كنسيو القرية ديالو ومن ضمن الشروط اللي كتطلب باش ناخدو هاد تصريح العمال هو أننا كي يخصي إنسان نشوفوا لغو الفيد نوت ديالو ونشوفوا يعني استاتيو ديالو كي يخصي يكون ليغال في كندا كي يخصي نال ديبلوم ديالو يعني يخصي يكون فريمان قراء ونجح وجاب الناشئة هاد هاد يمن ضمن شروط دونك هادك الإنسان اللي كي يجي من الكندا وكي يخلي القراء وكي بش يخدم رغم سي يخدش هاد البيرميدو تخاباي اللي هي المرحلة الثانية ومن بعد من كي يسالي سنة كاملة ديال التجربة الكابيكية أو الكندية ما كي يقدرش يقدم على الإقامة طلب الإقامة الدائمة في كندا يعني بصريح العبارة فكي يخصر الوريقات ديالو كي ما كان قلو ما تي حرق المراحل ومن بعد ما كيبقاش عندو الحق أنه يحط طلب الإقامة الدائمة ويكون في كندا كموقيم دائم لأن أي واحد كي يجي لكندا كطالب وكيكمل هاد المراحل كاملة فالمرحلة الأخيرة والشيء الطابعي هو أنه غياخد إقامة دائمة من بعد ما يكمل قاع هاد المراحل على الآن إنسان اللي كي يخسر اللي كي يجي وما كيقراش إنسان اللي كي يجي وكيبقى يتهاون وما كيلتحقش بالدروس ديالو أولا ما كي مثلا تساللو سي أكيو ما كي بدلوش في الوقت أو فهاد شي كله هاد المرحلة الأولى اللي هي مرحلة أنك خسك تقرأ و تنجح منين ما كتكونش هاد الأمور مزيانة في المرحلة الأولى فهاد شي كي أتلك على المرحلة الثانية أو كي أتلك على المرحلة الثالثة و سي دماج أننا نضيعوا هاد الفرصة باسك قاعد طلاب اللي كي يجيوا لكندا فعندهم الحق في الإقامة الدائمة بشروط معينة ومن بعد واحد المراحل المعينة فخسارة أننا نضيعوا مجهود السنين ونضيعوا يعني مصاريف الدراسة وبثبت المسائل في الأخير أنا نجيوا ونسمحوا في القرية ونبدوا نخدموا على كي إحنا ما أدناش الحق أنا نخدموا في كندا وإحنا ما كنقراش دائما كنهدر على أن الإنسان اللي كي يخدم كي يسمح في القرية ماشي كي يخدم السوية المحددين موازاتنا مع القرية ما كنهدرش على هادو ومن بعد مني نتعقد الأمور نجيوا لعند المستشار ونقولوا له لقالينا الحل هي شوف هي في بعض الحالات كان حلول وبعض الحالات متلقاوش الحلول لأننا كمستشارين فالحلول اللي كنعطيوها موافقة أو لكن ما كنقولو بان فرانسي كنفرميما على شنو كين في القانون مثل عطيو شحولو اللي مشي شي حاجة اللي عند علاقاب كيفاش كنقولو ما عندناش العصا السحرية دونك اللي يخليكم ردو البال هاد المسائل خدوا الأمور على محمل الجيد جيدوا تقرأوا في كندا فقرأوا ونجحوا وخدوا الديبلام سيروا المرحلة التانية خدوا البيغمي دوتخابة ديكم بوستديبلام ودوزوا خدوا ورقاتكم كمقيم دائمين حاولوا انكم تشكروا والديكم اللي اللي داروا هاد المجهودات كاملة مني كتاخدوا الإقامة الدائمة هادي أبسط الأمور ويعني وهدي أبسط حاجة انها كيفاش كنقولو ان المجهود ديكم ما يمشيش غي هكذاك هابا المانطورة سمحوا لي يا لان اليوم ما كنت شوية منفعلة لان جيتني واحد الحالة بحال هكذا وتنتأسف لهاد الحالات عادو اللي كيخسروا الوريقات ديالهم وما كيلتزموش بشروط الدراسة كيجي برمي ديتود خاصك تقرأ ما كي نشي حاجة نسمح في القرية ومشي نخدم سمحتي في القرية ومشيتي تخدم فكون على يقين أن خسرتي المستقبل ديالك خسرتي وريقاتك ستبقى تقلب على حلول ترقيقية حلول اللي مكن بعض المرات ما فهمتوني شنو بيت نقول شكرا على حسن السماء وان شاء الله في الفيديو القديم ان شاء الله شكرا مع سلامة شكرا شكرا